إلى قطاع السكن الآن حيث وجهت وزارة السكن والعمران والمدينة دعوة لمكتتبي عدل واحد الذين وزعت سكناتهم قبل شهر رمضان الفضي لتسلم مفاتيحهم بعد توقيع العقود مع الموثقين وذلك عقب ذلك سجلت تهربا من هؤلاء وقال مصر مسؤول بوزارة السكن والعمران والمدينة في اتصال مع صحيفة النهار إنهم تفاجأوا برفض المكتتبين الذين وزعت عليهم سكناتهم قبل شهر رمضان والتي وصلت إلى 11 ألف وحدة سكنية وجاء تسلم مفاتيحهم بعد توقيع العقود مضيفا أن هناك من طالب بتأجيلها إلى مواعيد غير محددة أصلا وهناك من علمهم بأنه سيستلمها في دخول الاجتماعي المقبل وهو الأمر الذي أطار الكثير من التساؤلات حول مدى حاجة هؤلاء للسكنات التي هددوا بالدخول في الاحتجاج لأجل الدغط على الوصول